موسيقى فانت بقى عندك حوالي باللعيبة اللي انا اخترتها من الاختبارات حوالي 35 لاعب كلهم مميزين بما فيهم صلاح مطلوب بقى في السنة دي الكابت الريعو كمشرف كتاع ناشيين قالك لا انا مش عايز اسجل في اللعيبة الصغيرة اللي هما تحت السن دول مش عايز اسجل فيهم لعيب في الفرقة في اي فرقة اكتر من 20 لاعب عشان نعرف نصرف عليهم وعشان زي ما انا برضو كنت اذكرت لحداك واحنا بنتكلم خارج الكلام قلنا ان كنا عملنا استراحة للعيبة جوه النادي وكانت اول مرة تعمل استراحة للناشيين جوه اقطاع الناشيين فهنا احنا لو انت مسجل لعيبة عدد كبير معظمهم هيبقى من خارج القاهرة طب هتوديه فين هتضطر ان انت عايز تشوف له مكان يباد فيه في الاستراحة عايز تأكله عايز تديله تغزاك وايس عايز تديله لفس عايز تديله مصاريف انتقال رايح جاي كل الكلام ده كله فقالك لا انا عايز 20 لاعب بس طب هتبقى في حيرة دلوقتي وانت معاك 35 لاعب ما ينفعش حد فيهم يمشي محمد صلاح اما جيه بيلعب باكلفت ماشي انا عندي بالنسبالي فى الطريقة اللعب بتاعتي انت ممكن تكون بتلعب بطريقة الشق بتاعها يبقى تفاعى وممكن تلعب بطريقة نفس الطريقة هيا هي ولكن انا لما انا احفظ لعبتي على الشغل بتاعى انا احفظه بنفس الطريقة دى على الشق اللجومي بتاعى لان انا محدش بيهجمني انا محدش بيهجمني فالجناح عندي اللى هو الباك الظهير يعني ده هيبقى جناح يعني ده الجناح اللي هيوصلني انا عندي لعيبة عنده سرعات زي محمد صلاح هستغله ايه ييجي من تحت ولا ييجي من فوق عنده سرعات طبعا وهو دي وما هي دي الميزة اللي انت شفتها فيه في الاول انت مشفتش فيه حاجة يعني مميزة قوي يعني اولا جسمه صغير مش طويل يعني ولا جسم ولا وانت كان معروف على نادي المقاولين انت عارف طبعا بيحب يعني اللي هم بتوع الاسمنت مش كده فهو جسمه صغير وجسمه قليل ولكن عنده سرعات في السرعة دي موهبة اصلا انت مش تعف تعلمها له فلعيب هو اصلا مولود كده فاستفيد بيها مع الشغل اللي هياخده هيبقى عنده السرعات ويبقى عنده الاساسيات وهيبقى عنده كل حاجة عنده الفكرة عنده وهو لعيب مخنديف جدا كمحمد صلاح من صغره ولعيب مخنديف بيستوعب بسرعة بطريقة غير عادية يعني انت ما تيجي تشرح تمرين من التمرينات المركبة انا معظم تدريباتي حاجات كلها مركبة اي لعيب هيجي معايا لو هو احسن لعيب في العالم لازم يتلغبط انا بكلمك كلام يعني اللي هو كان يسأل لا بيستوعب بس بس انا ليه كنت مختاره المجموعة وباكد عليها ان هم دول مجموعة دي لازم تكمل ولازم بقولك لعيبة انت شغلك بتخلي اللعيب اللي هو بيبان لك بيبان اللعيب المميز اللي هو اللعيب اللي بيستوعب بسرعة اللعيب اللي انت لو انت جيبته في وسط مسلا رايحة في معسكر قبلها 48 ساعة مع منتخب وجاي وهتقول له واحد اتنين تلاتة خلاص هينزل يفهم الموضوع يبقى سهل بالنسبة له انه عنده استعاب درجة الاستعاب بتاعته عالية كل بقى الحاجات الاهداف اللي احنا عايزين نحققها من الوحدة التدريبية ديت في كده ونتكلم بقى دايما طول ما انت في محاضرة مع اللعيبة هتقعد تتكلم دايما ان انت اصلا مش لعيب جاي تلعب في مصر بس انت لعيب المفروض تحترف انت لعيب المفروض تلعب تبقى عندك طموح ان انت تبقى اه اه زيك زي اه رونالد وزيك زي رونالدينو وزيك زي اه مش تتكلم معهم دايما على الناس اللي هم اه كانت العالم كله بيتكلم عنهم فلازم تخلي اللاعب يبقى عنده الطموح ده ما يبقى السقف وطموحه هنا موجود في مصر بلعب في نادي في الدهور الممتاز وخلاص فكان دايما يعني كلامي مع اللعيبة بتاعتي كده وده الدليلة هو اللي تلعب من الفرقة دي الناس عايزة عندها طموح عايزة تروح عايزة توصل اه دي هو عندك واحد في ارسن الواحد في ليبر بول واحد لعب في ليرز ولا يعني الموضوع اه يعني ما كانش ما كانش بسهولة اه يعني محمد صلاح طول عمره اه ملتزم طول عمره مؤدب محترم يعني دي دي حاجة كانت مميزة في يعني اه باينة واضحة في في مع زميله حتى يعني كانت دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي كانت اه اه يعني تلاحظة عليه انه هو كان مع زملائه اصلا انه هو كان برضو اه محبوب لانه كان طيب اه اه بيتعامل مع كل واحد بيحترامه بادب هو هو اه يا دي اخلاقه اه كان بيحبه اوي كمان يمكن كان فيه ايام مثلا الاستراحة الدنيا فيها تعرف استراحة صغيرة فساعات يبقى الموضوع مش حلو فمو كمان اجا اقول له مثلا روح النهاردة عند احمد سعد كانت ساكن في سارالوبة اقول له روح عند احمد سعد وبلاش تروح مثلا طنطن نهاردة وهتيجي بكرة لا روح بات عند احمد سعد مثلا النهاردة وتعالى والساس تبقى مريح وبتاعه والكلام ده كله فاللعيبة مكتش بتبقى يعني متضايق ان مثلا دافلان ده هيجي عندي النهاردة لا حابب ان هو يبقى معاه ودي ميزة ان انت لما تبقى محبوب في وسط زميلك وفي وسط فرقتك اكيد طبعا دي بتديك قوة تانية خالص في وسط الفرق اشتركوا في القناة